موسيقى أهلاً وسهلاً بكم متعلماتي ومتعلمي المستوى الثالث ابتدائي أقدم لكم درساً في مادة الرياضيات عنوان هذا الدرس التقنية الاعتيادية للجمع الأعداد من 0 إلى 9999 الأسبوع التاسع أتمنى أن تتابعوا معي أنشطة هذه الحصة وأن تستفيدوا من هذه الأنشطة كلها مرحباً بكم متعلماتي ومتعلمي المستوى الثالث ابتدائي في درس جديد من دروس حصص الرياضيات نذكركم بأهداف التعلمية لهذا الدرس الهدف الأول وظف التقنية الاعتيادية للجمع باحتفاظ وبدونه لحساب مجموع عددين أو أكثر في نطاق الأعداد من 0 إلى 9999 الهدف الثاني استعمل خاصية التبادلية والتجميعية للجمع في حساب مجموع أكثر من عددين والهدف الثالث أحل وضعية مسألة بتوظيف الجمع في نطاق الأعداد من 0 إلى 9999 كما تلاحظون أعزاء المتعلمين عزيزات المتعلمات أول نشاط وهو الحساب الذهني أضيف العدد المكتوب على الصبورة إلى العدد المكتوب في البطاقة ما هو العدد الذي نلاحظه على الصبورة؟ نعم جيد إنه العدد ثلاثة زائد العدد المكتوب على البطاقة هو سبعة إذن فكروا في مجموع ثلاثة زائد سبعة حسن جدا ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة نعم ننتقل إلى حساب مجموع عددين آخرين نرى العدد المكتوب على الصبورة وهو إثنى عشر جيد نضيف له العدد المكتوب في البطاقة وهو ستة إذن إثنى عشر زائد ستة يساوي نعم الجواب هو ثمانية عشر أحسنتم إثنى عشر زائد ستة يساوي ثمانية عشر نعم ننتقل إلى حساب مجموع العدد السبعة والذي يظهر على الصبورة زائد العدد تسعة المكتوب في البطاقة إذن نحسب سبعة زائد تسعة يساوي نعم ما هو جواب؟ جيد جدا إذن سبعة زائد تسعة يساوي ستة عشر جيد أطرح العدد المكتوب على الصبورة من العدد المكتوب في البطاقة إذن الآن رأينا قبل قليل عملية الجمع الآن سنتطرق إلى عملية أخرى وهي عملية الطرح لدينا العدد هذا العدد هو نعم ثمانية عشر جيد ناقص العدد المكتوب في البطاقة هو سبعة إذن نفكر ونجيب ثمانية عشر ناقص سبعة يساوي نعم حسن جدا يساوي إحدى عشر ننتقل مثال آخر ثلاثة عشر ناقص العدد المكتوب في البطاقة خمسة إذن ثلاثة عشر ناقص خمسة يساوي ثمانية نعم أحسنتم ثلاثة عشر ناقص خمسة يساوي ثمانية ننتقل إلى مثال آخر ستة عشر نرى على الصبورة العدد ستة عشر ناقص العدد المكتوب في البطاقة وهو ثمانية ستة عشر ناقص ثمانية يساوي نعم من يجيب؟ تفضل نعم جيد ستة عشر ناقص ثمانية يساوي ثمانية أحسنتم نلاحظ معا هذه الوضعية وضعية الانطلاق نعم سأقرأ الوضعية نقل أحد القطارات الرابطة بين مراكش والرباطة ما مجموعه ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعين مسافرا في النصف الأول من شهر ماي وألفين وثمانمائة وأربعة وستين مسافرا في النصف الثاني من شهر ماي أعيد قراءة هذه الوضعية نعم جيد أحسب عدد المسافرين الذين تنقلوا على متن هذا القطار من فاتح إلى متم شهر ماي إذن المطلوب هنا أن تحسبوا عدد المسافرين الذين تنقلوا على متن هذا القطار من فاتح إلى متم شهر ماي نعم إذن تفضلوا بحساب عدد المسافرين الذين تنقلوا على متن هذا القطار من فاتح إلى متم شهر ماي وكما نرى في الوضعية التي سبقنا أن قرأناها بأن هذا القطار قام بنقل ما مجموعه ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعين مسافرا في النصف الأول من شهر ماي و2864 مسافرا في النصف الثاني من نفس الشهر نعم تفضل أعطينا الجواب جيد إذن هذا هو حل وضعية الانطلاق لحساب عدد المسافرين الذين تنقلوا على متن هذا القطار نقوم بجمع عدد المسافرين في النصف الأول من شهر ماي وهو ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعون زائد عدد المسافرين في النصف الثاني من الشهر نفسه وهو 2864 إذن كما تلاحظون وضع عملية الجمع هذه على هذا الشكل أو بهذا الشكل لدينا الوحدات ثم العشرات ثم المئات ثم الآلاف الوحدات هنا باللون الأخضر نضع رقم الوحدات تحت رقم وحدات ورقم العشرات تحت رقم العشرات ورقم المئات تحت رقم المئات وأخيرا رقم الآلاف تحت رقم الآلاف ثم نحسب يساوي خمسة زائد أربعة يساوي تسعة جيد ننتقل إلى حساب العشرات سبعة زائد ستة يساوي ثلاثة عشر لدينا هنا الاحتفاظ ثلاثة نكتب ثلاثة ونحتفظ بواحد مع المئات إذن كما أصبحت لدينا الآن أصبحت لدينا مئة ومع تسع مئات وثمان مئات إذن سنحسب هذه المئات واحد زائد تسعة زائد ثمانية نعم جيد يعطينا ثمانية عشر لاحظوا كتبنا هنا ثمانية واحتفظنا بواحد مع الآلاف إذن كما أصبح لدينا الآن في الآلاف هنا ألف ثم هنا ثلاثة آلاف ثم هنا ألفان إذن واحد زائد ثلاثة زائد اثنان ويساوي ستة إذن نقول ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعون زائد 2864 يساوي ستة آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثون إذن عدد المسافرين الذين تنقلوا على متن هذا القطار من بداية أو من فاتح شهر ماي إلى متمه هو ستة آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثين مسافرا جيد عدد المسافرين الذين تنقلوا على متن هذا القطار من فاتح لمتم شهر يناير هو ستة آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثون مسافرا نعم جيد جدا تطبيق أولا أضع وأنجز من يقرأ هذا العدد نعم تفضل جيد ثمان مئة وسبعة وثلاثون ثمان مئة وسبعة وثلاثون زائد تفضل يقرأ العدد الثاني نعم جيد هو ألف ومئة وثلاثة وستون ثمان مئة وسبعة وثلاثون زائد ألف ومئة وثلاثة وستون ما المطلوب هنا منكم المطلوب أن تضعوا وتنجزوا هذه العملية ضعوها وأنجزوها لديكم هنا هذا الجدول ونرى الجدول مكون من أربع خانات خانة الوحدات ثم العشرات ثم المئات ثم الآلاف نعم إذن ضعوا هذين العددين في الجدول أسفله واحسبوا مجموعهما لدينا عملية أخرى والمطلوب دائما وضعها وإنجازها نعم إقرأي هذين العددين أحسنتي أربعة آلاف وثلاثة وخمسون زائد تسعمائة وخمسة واربعون أربعة آلاف وثلاثة وخمسون زائد تسعمائة وخمسة واربعون نعم كما رأينا هنا لدينا جدول نفسه هنا أيضا مكون من أربع خانات الوحدات العشرات المئات الآلاف إذن ما يجب أن تنتبو إليه أن هنا لديكم ثلاثة أرقام في هذا العدد بينما في هذا العدد نعم جيد لدينا أربعة أرقام بالنسبة للعملية الثانية العدد الأول مكون من أربعة أرقام والعدد الثاني مكون من ثلاثة أرقام إذن ننتقل إلى حل التطبيق نعم جيد نعم وضعنا العدد ثمانمائة وسبعة وثلاثون في الجدول إذن سبعة في خانة الوحدات ثلاثة في خانة العشرات وثمانية في خانة المئات صحيح بالنسبة لكتابة العدد الثاني في الجدول كما نلاحظ ألف ومئة وثلاثة وستون لدينا الرقم ثلاثة في خانة الوحدات وستة في خانة العشرات وواحد في خانة المئات وواحد في خانة الآلاف يساوي حسن جدا سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة عشرة نكتب صفر ونحتفظ بعشرة هنا بواحد نعم سيصبح لدينا في العشرات أربع عشرات عشرة زائد ثلاث عشرات زائد ستة عشرات إذن نحسب الآن العشرات أحسنتم إذن واحد زائد ثلاثة أربعة زائد ستة عشر أيضا نكتب صفر ونحتفظ بواحد في خانة المئات مع الأعداد نضيفه إلى الأعداد الموجودة في خانة المئات أصبح لدينا الآن في المئات واحد زائد ثمانية زائد واحد نعم نحسب مجموعة صحيح حسن جدا إذن ثمانية زائد واحد تسعة زائد واحد عشرة نكتب صفرا ونحتفظ بواحد مع الآلاف أصبح لدينا الآن في الآلاف واحد زائد واحد وهو والمجموع هو ألفان جيد جدا إذن نقول ثمانمائة زائد سبعة وثلاثون ثمانمائة وسبعة وثلاثون زائد ألف ومئة وثلاثة وستون يساوي ألفان حسن جدا ننتقل تصحيحي والعملية الثانية أحسنتم أربعة آلاف وثلاثة وخمسون نعم ثلاثة في خانة الوحدات خمسة في خانة العشرات سفر في خانة المئات وأربعة في خانة الآلاف زائد تسعمائة وخمسة واربعون خمسة في خانة المئات إذن تحت ثلاثة وأربعة في خانة العشرات أسفل خمسة ثم تسعة في خانة المئات نعم جيد جدا إذن يساوي حسن جدا ثلاثة زائد خمسة يساوي تمانية خمسة زائد تسعة يساوي أربعة إذن ثلاثة وحدات زائد خمس وحدات يساوي ثمان وحدات خمس عشرات زائد أربع عشرات يساوي تسعة عشرات صفر زائد تسعة يساوي تسعة حسن جدا ثم لدينا في الآلاف أربعة إذن أربعة نقول 4053 زائد 945 يساوي 4998 صحيح إذن جيد هذا العمل الذي قمتم به أستنتج أجمع عددين لأجد المجموع جادة سيون دي نمبر من يقرأ العدد؟ تفضل نعم أحسنت العدد هو 2608 زائد تفضل يقرأ العدد الثاني أحسنت إذن العدد الثاني هو 1391 2608 زائد 1391 نلاحظ دائما بأننا نرمز الأرقام الوحدات بلون أخضر ونرمز لأرقام العشرات بلون بني ونرمز لأرقام المئات بلون أزرق ونرمز لأرقام الآلاف بلون أحمر إذن نحسب الآن مجموع العددين حسن جدا 8 زائد 1 يساوي 9 نعم صحيح 0 زائد 9 يساوي 9 نعم 6 زائد 3 يساوي 9 و2 زائد 1 يساوي 3 حسن جدا إذن 2608 زائد 1391 يساوي 3999 إذن هنا لدينا هذه العملية بدون احتفاظ الجمع هنا بدون احتفاظ لم نعم ليس لدينا احتفاظ في هذه العملية جيد لدينا عملية أخرى نعم يقرأ العدد نعم جيد إذن العدد هو 4215 زائد تفضل قرأ العدد الثاني نعم حسن جدا 807 لاحظوا بأن لدينا العدد الأول مكون من 4 أرقام وهي الوحدات العشرات المئات الآلاف والعدد الثاني 807 مكون فقط من 3 أرقام وهي الوحدات والعشرات والمئات نعم أحسب حسن جدا نحسب في الأول 5 زائد 7 مجموعهما هو 12 نعم أحسنت مجموعهما هو 12 نكتب 2 ونحتفظ بواحد إذن بعشر مع العشرات لدينا 1 زائد 1 زائد 0 حسن جدا يساوي 2 ننتقل إلى حساب 1 زائد 8 وهما رقمي مئات وهما رقم مئات حسن جدا 1 زائد 8 يساوي 9 ثم أخيرا 4 إذن 4215 زائد 870 نعم صحيح يساوي 4922 الجمع هنا باحتفاظ إذن في العملية الأولى الجمع بدون احتفاظ وفي العملية الثانية الجمع باحتفاظ حسن جدا النشاط الأول أنجز دون وضع العملية نعم نقرأ الأعداد نعم حسن جدا لدينا 900 زائد 90 زائد 9 يساوي إذن وهنا المطلوب إنجاز العملية دون إنجاز دون وضع العملية دون أن نضع العملية في العملية الثانية نعم نقرأ هذه الأعداد نعم حسنتي إذن 5000 زائد 900 زائد 5100 زائد 900 زائد 10 ونحسب مجموعها نعم ننتقل إلى حل النشاط الأول إذن كما رأينا في السابق نحسب مجموعة أرقام الوحدات العدد 900 زائد 90 زائد 9 نعم جيد لدينا الصفر زائد صفر زائد 9 إذن مجموعة هذه أرقام هو 9 ثم بعد برقم أرقام الوحدات نحسب مجموعة أرقام العشرات صفر زائد 9 يساوي 9 ثم آخيرا أرقام المئات ولدينا هنا 9 حسن جداً حسن جداً إذن 900 زائد 90 زائد 9 يساوي 999 نعم بالنسبة للعملية الثانية 5100 زائد 900 زائد 10 سنحسب مجموعة صفر زائد صفر زائد صفر يساوي صفر جيد ثم مجموعة أرقام العشرات صفر زائد صفر زائد واحد نعم صحيح إذن يساوي واحد بعدها نعم صحيح أرقام المئات نحسب مجموعة أرقام المئات لدينا في العدد 5100 رقم مئاته هو واحد والعدد 900 رقم مئاته هو 9 جيد بينما العدد عشر ليس له رقم مئات إذن سنحسب واحد زائد 9 نعم صحيح واحد زائد 9 يساوي عشرة نكتب صفر ونحتفظ بواحد نعم لدينا أخيرا واحد زائد خمسة يساوي ستة صحيح إذن خمسة زائد واحد يساوي ستة جيد خمسة آلاف ومئة زائد تسعمائة زائد عشرة يساوي ستة آلاف وعشرة النشاط الثاني نعم اقرأي نعم أحسنتي أنجزت مريم العمليات التالية وحدد الخطأ الذي ارتكبته في كل عملية وأعيد إنجازها إذن هذه العمليات أنجزتها مريم لكنها ارتكبت خطأا المطلوب أن نحدد الخطأ الذي ارتكبته في كل عملية ثم نعيد إنجازها والعمليات والعمليات لدينا هنا الفان وستمائة وتسعة زائد ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون يساوي ثلاثة آلاف وأربعة وتسعون في العملية الثانية ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وتسعون زائد خمسمائة وخمسة يساوي أربعة آلاف ثم العملية الثالثة ستمائة وثلاثة وسبعون زائد أربعة وتمانون يساوي خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون إذن نحدد الخطأ الذي ارتكبته مريم في كل عملية هل الخطأ خطأ في الوضع أم هو خطأ في الحساب أم هو إغفال الاحتفاظ نعم بالنسبة للعملية الأولى الفان وستمائة وتسعة زائد ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون يساوي ثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعون جيد الخطأ الأول في العملية الأولى هو خطأ في الحساب خطأ في الحساب في العملية الثانية إغفال الاحتفاظ إغفال الاحتفاظ أغفلت الاحتفاظ وفي العملية الثالثة خطأ في الوضع إذن هنا أخطأت في وضع العملية وهنا أغفلت الاحتفاظ ثم هنا اخطأت في الحساب نعم نعيد إنجاز العمليات نعم 9 زائد 5 يساوي 4 14 إذن 4 نكتب 4 ونحتفظ بواحد 0 زائد 9 زائد 1 يساوي 10 أيضا نكتب 0 ونحتفظ بواحد 6 زائد 4 زائد 1 يساوي 10 نكتب 0 ونحتفظ بواحد 2 زائد 1 زائد 1 يساوي 4 2609 زائد 1495 يساوي 4004 3495 زائد 505 5 زائد 5 يساوي 10 نكتب 0 ونحتفظ بواحد 9 زائد 0 زائد 1 يساوي 10 نكتب 0 أيضا ونحتفظ بواحد 4 زائد 5 زائد 1 يساوي 10 حسن جدا نكتب 0 ونحتفظ بواحد إذن نوع الخطأ في العملية الثالثة هو خطأ في الوضع ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه كان يجب عليها أن تضع 4 تحت 3 لأنهما رقمي وحدات وثمانية تحت 7 لأنهما رقمي عشرات ثم نحسب 3 زائد 4 يساوي 7 نعم جيد 7 زائد 8 يساوي 15 نكتب 5 ونحتفظ بواحد ثم 6 زائد 1 يساوي 7 673 زائد 84 يساوي 757 صحيح النشاط الثالث نعم أحدكم يتفضل بقراءة هذا النشاط نعم نعم جيد جدا تمثل المجامع أسفل الصور مجموعة النقط التي حصل عليها كل طفل خلال جولتين من لعبة إلكترونية أنجز المجامع ثم أحدد الفائزة بعلامة بهذه العلامة إذا لاحظوا النقط التي حصلت عليها هذه الفتاة نقوم بحساب مجموعة هذه النقط ثم حساب مجموعة النقط التي حصل عليها هذا الطفل أيضا ثم الطفلة ثم الطفل آخر وبعد ذلك تحددون بعلامة الفائز في هذه اللعبة أو في هاتين الجولتين من هذه اللعبة الإلكترونية نعم إذن ما هو المطلوب أن تحسب مجموعة النقط التي حصل عليها كل طفل وكما نلاحظ هنا العملية هي عملية الجمع إذن ماذا يجب أن نستحضر هنا يجب أن نستحضر وضع العملية وضعا صحيحا كما قلنا الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات والآلاف تحت الآلاف مئة وواحد وتسعون إذن نحسب سبعة زائد واحد يساوي ثمانية شيء جدا سفر زائد تسعة يساوي تسعة حسن واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة وثلاثة زائد أربعة يساوي سبعة إذن حصلت على مجموع نقط يساوي سبعة آلاف واربعمائة وثمانية وتسعون نحسب مجموعة النقط التي حصل عليها الطفل الآخر ألف وثلاثمائة وتسعون زائد خمسة آلاف وسبعمائة واثنان نعم صحيح سفر زائد اثنان يساوي اثنان تسعة زائد صفر يساوي تسعة ثلاثة زائد سبعة ننتبه هنا لدينا احتفال إذن عشرة نكتب سفر ونحتفظ بواحد واحد زائد خمسة زائد واحد يساوي سبعة جيد إذن مجموع نقط هذا الطفل سبعة آلاف واثنان وتسعون ثم مجموع النقط التي حصلت عليها هذه الطفلة ألفان ومئة وخمسة وتمانون زائد ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة واربعون خمسة زائد خمسة يساوي عشرة نعم لدينا احتفال خمسة زائد خمسة يساوي عشرة نكتب سفر ونحتفظ بواحد أربعة زائد ثمانية زائد واحد يساوي صحيح جيد ثلاثة عشر نكتب ثلاثة ونحتفظ بواحد واحد زائد ستة زائد واحد أحسنتي يساوي ثمانية وأخيرا إثنان زائد ثلاثة نعم يساوي خمسة مجموعة نقطها خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثون نعم العملية الأخرى ألف وسبعة وتسعون زائد خمسة آلاف وتسعمائة وثلاثة ماذا نحسب؟ صحيح سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة لدينا احتفاظ في هذه العملية سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة نكتب صفر ونحتفظ بواحد تسعة زائد صفر زائد تسعة زائد ثلاثة يوامي يفكير تسعة زائد الزائدات بعد بيت تسعة زائد ثلاثة بدjours حض لدينا احتفاظ تسعة زائد شباكي تسعة زائد ثلاثة يستحيل تسعة زائد ثلاثة يوفرкусF العشر والكبار ذكور إناث إذن عدد الصغار دون الثامن عشر من الذكور ألف وأربعة وثمانون صحيح والكبار ألفان وثلاثمائة وخمسة وثمانون والصغار دون الثامن عشر من الإناس ألف ومئة وستة وعشرون نعم صحيح والكبار ألف وستمائة وخمسة واربعون إذن نحسب هنا مجموعة الصغار ذكورا وإناثا ثم مجموعة الكبار ذكورا وإناثا وفي الأخير مجموعة السكان نعم ننتقل إلى تصحيح هذا النشاط الرابع بالنسبة إلى مجموعة الصغار ذكورا وإناثا 1084 زائد 1126 حسن جدا هكذا نتوضع العملية نعم هذا هو الوضع الصحيح نحسب 4 زائد 6 يساوي 10 نكتب 0 ونحتفظ بـ 1 8 زائد 2 10 زائد 1 11 نكتب 1 ونحتفظ بـ 1 0 زائد 1 زائد 1 يساوي 2 جيد 1 زائد 1 يساوي 2 إذن مجموعة الصغار ذكورا وإناثا 2110 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1